اثبات الوجود هو عنوان المعركة الحالية القائمة في زحل بين لوائح الثلاث لائحة زحل الأمانة التي شكلتها ميريام إليس كاف برئاسة يوسف سكاف ودعمها فيها تيار المستقبل بشكل مباشر وحزب الله بشكل غير مباشر لائحة إنماء زحلية التي توفقت عليها الأحزاب المسيحية القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب برئيسها أسعد زغيب ولائحة الفاتوش زحل تستحق التي طرأت على هذه الدورة برئاسة موسى فاتوش شقيق النائب نولى فاتوش لهذه الانتخابات خصوصية بالنسبة لأهل زحل الذين يصوتون للمرة الأولى في غياب الوزير السابق الراحل إليس كاف الذي لطالما اعتبره الأهالي الأكثر ثقة لتسليمه مفتاح المدينة حتى المتحزبين منهم اليوم ميريام سكاف قررت أن تكمل مسيرة زوجها وهي تحاول أن تثبت للأهالي بأن البلدية القادمة لن تكون كالتي سبقت بعدما تبرأ إليس كاف من الرئيس السابق لموافقته على معمل إسمنت الفاتوش الحزاب من جهتهم يحاولون استعادة زحل بعدما كسب إليس كاف لأكثر من ثمانية عشر عاما ثقة أهلها ولأن مفاوضات التوافق لم تصل إلى نتيجة باتت المعركة اليوم حاسمة وستحدد مستقبل زحل الإنمائي والسياسي كذلك أربعة وستون ألفاً وسبعمائة ناخب مسجلون على اللواحي الانتخابية لهذه الدورة وزعوا على الشكل التالي المسيحيون يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة وخمسين ألفاً بغالبية للكاثوليك المسلمون الشيعة ما يقارب سبعة ألاف ناخب والسنة أربعة ألاف ومئة ناخب بلد التعنايل التي التحقت بزحلي سيقاطع معظم أهلها الانتخابات بعدما رفض طلبهم باستعادة بلديتهم السابقة اشتركوا في القناة